من من لعبت الزبالك اللي مشت زيقلت انه ما كانش موجود النهاردة في الملعب وفي الاحتفالية الزبالك بالدورة قلت ياريته كان موجود ويحتفل مع الفريق اكيد طبعا كلهم كل واحد ليه دور وكل واحد كان مؤثر جدا مع النادي بس يعني اعتقد انه طريق حمد كان يعني من الناس اللي يعني طريقة الخروج ممكن ما كانتش ظريفة بقاله فترة كبيرة جدا يعني بيقدي بروح عالية جدا ويعني عمره ما اثر في حاجة بصراحة صح فكدت ممكن من الناس اللي اتمنى انه كان يبقى حبيب خروج طريق حمد من نادي الزبالك يعني طريق حمد تحديدا هو كان ارجى اللاعب يبقى موجود في نادي الزبالك في الظروف الصعبة بزبط ولما الظروف بدأت تتحسن خرق طريق حمد في الوقت اللي كان ممكن يتوق كل التاريخ دوت في الوقت ده هو يعني مش 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 عارف الكواليس بالزد لو ما قدرش اقولك على ايه اللي حصل او ايه كان تفكيره بس في الاخر كل واحد بيفكر في مصلحته يعني انا بفكر كنادي في مصلحتي انا اللي اهمني نادي الزمالك وانا كطارق بفكر ان انا يعني ممكن يكون ده اخر عقد ليه اخر سنتين اخر ثلاث سنين فعايز ان انا يعني اقام مستقبلي بشكل افضل من كده فممكن ساعات اللعيب في الاخر يعني اخر عقد ليه او بيفكر ممكن في النواحي المادية اكتر شوية ممكن من اللي احنا بقى بنتكلم فيه انه الجماهير والحب والعطيفة والحاجات دي ممكن ساعات بتجنبها شوية بتفكر في المصلحة الشخصية ممكن يكون ده احد الاسباب ده احد الاسباب موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة